أختنا تقول فضيلة الشيخ لإخوة صوات ولكنهم أشقياء ويقومون بحركات معينة تغذب والدتي والدتي عندما تغذب تقوم بالدعاء عليهم أسألكم يا فضيلة الشيخ هل والدتي آثمة في الدعاء على إخوتي التوني جزالكم الله خير أولا لا يجوز للأولاد أن يغذبوا والدتهم لأن هذا من العقوب فقال الله سبحانه وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقول لهما أفسوا ولا تنهرهما قل لهما قولا كريما واخذ لهما جناحا بذل من الرحمة فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة فعلى هؤلاء الأولاد أن يتعدبوا بهذه الآداب التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها مع والدتهم ومع والدهم ولكن إذا حصل منهم شيء مما يغذب الوالد فعلى الوالد أن يصبر وأن لا يدعو على أولاده لأن الوالد هو مجاوء الدعوة فإذا دعا يخشى أن تستجاب دعوته فيتضرر الأولاد بذلك وقد يناله الضرره عليه الصبر والتحمل والاحتساب وعدم الدعاء على أولاده هل تكون آثمة والحلمة لفر؟ إذا دعت الأم أو أولاده إذا كان دعاؤها عليهم بدون سبب وبدون مبرر فإنها تأثم لأن هذا اعتداء لأن هذا من الاعتداء في الدعاء أما إذا كان لسبب فإنه يكون مباحا لكن الأفضل تركه نعم ترجمة نانسي قنقر